موسيقى الرئيس أسيسو تابع تطوير طريق الساحل الشمالي ويوجه بتشكيل لجنة لبحث شكاوى وملحوظات مواطنية موسيقى أوكرانيا تصدر الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي وروسيا توقف مؤقتاً ضخ الغاز إلى منطقة اليورو موسيقى البنتاجون يعلن مساعدات عسكرية إضافية لكييفا بقيمة ثمانمائة وعشرين مليون دولار التسعة مساء السابعة بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من إكسرانيوز في القاهرة مشاهدين أهلاً بحضراتكم نقدم لكم هذه النشرة زميلتي شيماء الكردي وأنا أحمد بشتو أهلاً بك أحمد أهلاً بكم مشاهدين الكرام ذكر بيان رسمي عن رئاسة الجمهورية أن رئيس السيسي يتابع الأعمال الجارية حالياً لتطوير طريق الساحل الشمالي مؤكداً أن هناك متابعة شخصية من قبل رئيس لأراء وملحوظات المواطنين بشأن الطريق هذا وأشار البيان إلى أنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير الطريق بالشكل الكامل والنهائي بما يشمل كافة الأعمال الفنية وتزويده بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات هذا وقد أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس السيسي وجه بتشكيل لجنة من الاستشاريين والخبراء الفنيين لبحث شكاوى وملحوظات المواطنين هذا وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى ووضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المقطم فضلا عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم والتي ستساعد على سهولة وسرعة ربطها بمختلف أحياء القاهرة كما تتيح الانتقال على نحو النيسير بما فيها محور ياسر رزق الذي سيربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن جولة السيد الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المقطم فضلا عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم والتي ستساعد على سهولة وسرعة ربطها بمختلف أحياء القاهرة وتتيح انتقال المواطنين على نحو النيسير بما فيها محور ياسر رزق الذي سيربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم محور ياسر رزق أفننا نسيتك مشرفنا عليه واللي بيبدأ أفننا من تقاطعه مع طريق صلاح سالم وحتى نفق الأصمارات بطول أسفل محور حسب الله الكفراوي بطول 9 كيلو متر ان شاء الله يا فن مجال التخطيط ربطه على كبري دكتورة صلاح الدين الشازلي ثم كبري العاشر والربط على كورنيش النيل اسمح لي سياتك نتكلم بالتفصيل عن محور ياسر رزق اللي سياتك مشرفنا عليه هدل الوقت يا فن موقفين في النقطة اللي هي تعتبر المرحلة الثانية من محور ياسر رزق اللي بتبدأ من صلاح سالم وحتى آخر شارع 9 بطول 2 كيلو متر الطريق ده يا فندم قبل التطوير كان عبارة عن 2 حارة مرورية لكل اتجاه وكان فيه منحنيات تصميمية غير آمنة وخطرة نظرا للطبيعة الجبلية اللي يمين وشمال سياتك صدق التوجيات سياتك ان احنا نشتغل ونحول الطريق إلى 5 حارة مرورية لكل اتجاه مع ضد المنسيب والمنحانات والميول الفقية لتطابق السرعات والمواصفات كما قمنا بتنفيذ كميات حفر يا فندم في الصخور في المرحلة دي وصلت لمليون متر حفر وقال نقط الميول الجانبية للحفاظ وضمان سلامة المرور أعلى الطريق بعد افتتاحه ان شاء الله يا فندم بمجرد نهو المشروع ده بإذن الله يبقى خلقنا محور موازي كامل للطريق الدائري بيبدأ من صلاح سالم ووصولا إلى محور جمال محمد علي ثم القاهرة الجديدة وبكده يبقى ربطنا يا فندم مناطق جنوب القاهرة بمناطق شرق القاهرة ووصولا إلى عاصمة الإدارية الجديدة وأي هوامر يا فندم شكرا يا حفر هوامر سابتك طيب أنا بس جات لي يعني شكوى كده أن انتم شغل هنا مخلل في عاقل الحاجة ان شاء الله يا فندم احنا شغالين 24 ساعة فطبعا يا فندم ما كانش ينفع الطريق شغال والفي عربيات مشية عشان لو قادر الله في حاجة وقعت ما تحتمينش مشكلة وبالتالي يا فندم احنا ضغطنا 24 ساعة وبإذن الله فندم المشروع ده بمجرد ما يتفتح كل شكاو المواطنين ان شاء الله هتتلاشى وبإذن الله تبقى تتقلب لشكر ان شاء الله طبعا احنا هنخلصها يا فندم ان شاء الله يا فندم احنا التسعة كيلو دول التسعة كيلو احنا سادتك مقسمينه مرحلتين زي قلت سادتك الاسباقية العجلة دلوقتي يا فندم اللي هي من صلاح سالم وحتى شارع تسعة دي تلاتين تمانية بإذن الله المرحلة أولى يا فندم زي ما توضحت لسادتك من قبل ان هي تصلها سبعة كيلو متر ان شاء الله تلاتين اتناشر بإذن الله أنا هو أعمالها طيب امتى الاعقة دي تقل او تنتهي مش هقول من مش هقول لكل خلص يعني لكن على الاقل اللي هم المرحلة اللي هولا دي تكون در مخلص تريح الناس ان شاء الله فندم تريح الناس فهم بإذن الله فندم طيب بإذن الله طيب بإذن الله طيب بإذن الله وقال ده يا فندم بعد سادتك احنا جاري دلوقتي تنفيذ مصروع كونيش المؤطم اللي بيبدأ من حي الأصمرات بطول سبعة كيلو متر وحتى ميدان النفورة آخر شارع تسعة والكنيش ده فندم تقريبا ما كانش موجود غير منه المسافة كيلو متر واحد بطول ثمانية متر دلوقتي خلينا اثنين حرة واثنين حرة بعض ده خمشان متر بطول سبعة كيلو متر وده يعتبر اعلى محوار ياس الرزق وجالي الدراسة والعالدة على سادتك ان احنا ازاي نربط الكنيش بمحوار ياس الرزق ان شاء الله يبقى انا قدر تنقل الحركة كاملة المرورية من كونيش النيل لكنيش المؤطمة فندم في المهود ده لتتجاوز العشر دقايق طيب شارع تسعة حكولي ايو فندم احنا سادتك دلوقتي جالي تنفيذ كبري في بداية شارع تسعة يا فندم الكبري ده ان شاء الله هنخلصه تلاتين سبعة بإذن الله وهنفتح الحرر الحركة المرورية تحتية فندم ان شاء الله بحيس يبقى المنطقة دي كلها دي كانت منطقة اختناق مروري ان شاء الله هتفكي في نهاية شهر سبعة بإذن الله طيب المحور بقى نفسه المحور بقى نفسه هندرسه بقى نفسه ونقرر على سيادتك الاسلوب الامس اللي يعني لسه انتم فرحات التخطيط يعني ايو فندم طيب انا يعني طبعا بشكرك على الشرح ده لكن انا يهميني ان الناس في مصر تعرف وتحديدا في القاهرة اللي فيها اكبر كتلة كتلة حركة هاها في مصر كلها بالكامل ان احنا اشتغلنا بخطة متكاملة في النهاية نقدر نقول ان القاهرة سواء شرق القاهرة او غرب القاهرة احنا حلنا فيها حركة العربيات يمكن لغاية خمس عشر سنين قادمين بالظل تفهم فالناس لازم تبقى بس عارفة وسمع مني الكلام ده دلوقتي ان احنا لما نيجي نتكلم على يعني كان الطريق الدائري اللي هو بيربط اللي هو الفاصل ما بين القاهرة الجديدة وشرقا وبقيت القاهرة لما خلصناها كلها بالكامل عملنا المحاور اللي هي ستاشر محور اللي انتو بتشوفوهم اللي هو في النهاية ربط ربط شرق القاهرة مش كده اي فهم وبالجزء اللي هو غرب غرب الطريق الدائري بالكامل ثم لما خلصنا ده اشتغلنا بقى في كل المحاور في الداخلية فيها وزبطناها وخلنا الحركة فيها يسيرة انا بس عايز اقول لكم ان الكلام ده لو ما كانش يتعمل خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا كانت القاهرة اصبت بالشلل الكامل كاملا وحجم العمل اللي اتعمل في هذا المجال غير مسبوك وبتكلفة كبيرة جدا جدا ولكن في النهاية نتائجه في الحركة في التلوس وقلته في توفير وقت الناس في توفير الوقود في تأثير على الناس الحركة بقت ضخمة جدا لما خلصنا القاهرة الجديدة ثم المحاور الرب ثم المنطقة اللي غرب الدائري اللي هي المساقه ساميرا موسى وعمر سليمان والكلام ده كله دخلنا كمان في اتجاه الجنوب الجنوب بزحمة الجنوب بزحمة يعني احمد كان مهم يقول قوي ان المقطة ما اللي احنا بنتكلم عليه ده فيه كتلة سكانية كبيرة الكتلة دي كان بتتحرك ازاي بتتحرك لكن بفرق انها بتتحرك ببطي شديد ببطي شديد وفرق انها بتتحرك بنسيابية اللي احنا بنعمله ده بيعمل حاجتين بنكمل ربط وسط القاهرة بشارق القاهرة احنا بالمناسبة احنا شغالين كده شغالين في غرب القاهرة بالجهزة عشان نعمل نفسي الكلام ده بس غرب القاهرة بس ان في النهاية الكتلة اللي موجودة جوه القاهرة دي نتيجة حجم حجم المحاور اللي تم شقها في الشرق وغرب القاهرة يتيح للناس الحركة ويخلي جوه القاهرة نفسها الحركة تبقى سريعة شوية وانتوا لازم تتكلموا مع الناس تقولونهم ان احنا بنعمل ده هيعمل واحد اتنين تلاتة ونقولهم ايه ما تتعجلوش النتائج لما يخلص المشروع هتجدوا نفسكم زي كل المشاريع اللي اتعملت لما اتعملت المشاريع كلها الناس كلها حست قد ايه اللي اتعمل ده كان اضافة كبيرة جدا وعمل لهم تأسير كبير استحملونا واحنا بنحاول بقدر الامكان ان في اديق وقت ممكن ننجز المشروع النقطة التانية اللي انا عايز اقولها لكم هنا حاجة ده المحور ده موازن طريق صلاح سالم يا جماعة يعني ان النهاردة عشان اخليك تطلع على طريق السيدة عيشة الكبرى السيدة عيشة على القلعة تروح داخل على صلاح سالم لغاية الاخر او تخش على طريق السكة البيضة مش كده لا ده انا عمتلك محور جديد اخليك تقدر تخش منه لغاية قاية جديدة من المحور ده فده حاجة تانية خالص واضافته وتيسيره للحركة غير مسبوق انا بقول الكلام ده لكم عشان يعني ما ايش في فرصة اول احنا نشرح الكلام ده بشكل مباشر الكلام ده بتعمل بتكاليف كبيرة التكاليف ديت بحجم الحركة اللي حتيسرها بحجم الوقود اللي حيتخفض بحجم التلوث اللي حينتهي بحجم الفرص اللي حتتنشئ هتلاقي فيه اراضي كانت هنا غير متاحة بقت متاحة ممكن يتعمل عليها خدمات للناس اللي موجودة زي طريق الكورنيش لما قلونا قلت لهم لا وسع على الناس وعملوا كورنيش جميل خلوا الناس اللي موجودة في المقاطم تسعد به هنا بس انا عايز اقول عايزين ننجز بامكر المشروع ده واعرضوا علي تخريب شرع تسعة ونكمل تلك عايز سقول ليه هو بس انا عايز بوصل الستك استكمال الستك تفضلت قلتو بالنسبة للموضوع لديك الحركة المرورية لبعض الأوقات احنا في أوقات السنوية العامة الاختبارات بالنحاول جايما ان احنا نوقف اي اعمال هنا ما اسناها الانتحانات السنوية العامة لقبل البيت بساعتين وبعد انه بساعتين بحيث ان الطالبة يتضاروا يوصلوا مدارسهم بسهولة وذكر المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس تطرق الى الاعمال الجارية حاليا لتطوير طريق الساحل الشمالي مشيرا سيادته الى متابعته الشخصية لآراء وملحوظات المواطنين بشأن الطريق ومؤكدا سيادته بانه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير الطريق بالكامل وبشكل نهائي توقع موضوع تاني وانا بقوله عشان محدش تعرر له بالشكل ده يعني انا بسمع انا متابع اي شكوى من اي شكل من اشكال زي الطريق الساحل انا بس عايز اقول لي المفروض ان الطريق ده يخلص ثلاثين سبعة نص ثمانية هو مخلص وده امر انتبهه له كويس لانه هو لما ينتهي الطريق الطريق بينتهي بكل الشغل الفن اللي عليه ثم بتعمله الارشاد اللازم ثم بتتحط عليه عناصر الشرطة اللي ضبطه ازاي ما احنا عايزين وبالتالي بقى معقول طريق كان حرطين ولا تلاتة حيقرن بطريقة عرضه ست سبعة حرط ويبقى ده فيه مشكلة لا بس انتظر لما الموضوع يخلص ويتشرح لكم وانا ببقى مستغرب جدا ان القائمين على الطريق مش قادرين يوصلوا ان الطريق مخلص ان الارشاد بتاعه لسه ما انتهاش التخطيط بتاعه لسه ما انتهاش وبالتالي حيبقى حكم مش مزبوط وبالمناسبة هو احنا هنعمل الطريق وانتبهوا الى الكلمة اللي بقولها دي اللي بيسمعني هنعمل الطريق على قواعد المرور ولا هنعمله على اسلوب الناس في الحركة لا قواعد المرور يا جماعة ولازم كلنا نتفع على كده واللي بيتحرك على الطريق بعد انت او كنت بتتحرك وتيجي تعمل دوران للخلف تروح تتحرك سطحي تعمل حدثة مع المقابل يتعامل كبري تطلع فوق منه مش قادر تهدي شوية عشان تسمح لغيرك زي ما انت بتتحرك وبعدين انتوا لازم تنتبهوا ان كل الشغل ما بيتعمل فيه ناس بتقعد الهدف منها انها تشكك وانا اقول الكلام ده دلوقتي تشكك في اللي بتعمل وتسقي ليه بعد كل الجهد ده وبعد كل التكلفة دي لا يا جماعة ده ناس بتحاول تحط لكوا ترابع على شغلكم مش شغلكم مش الهاية الهندسية ولا وزارة النقل لا على مصر وكاين احنا مش عارفين نعمل الدخلية حدب موجودة التخطيط بتاع الطريق حيتعمل تبقى لمعايير الجودة العالمية يبقى اذا احنا كمواطنين بنستخدم الطريق نستخدمه تبقى للقواعد دي كما توقف السيد الرئيس لمتابعة اعمال تطوير كورنيش المقطم وتحويله الى ممشا سياحي الفوق سادتك بنهز بالكورنيش ونضبط لانه كمانطاع شوية جدا وتبقى لتعلمات سادتك ونضبط كورنيش فوق بعد كده سادتك فيه نازلة تبقى نازلة من هنا بكبري على محور الحضارات يوصل يكمل قدام محور الحضارات لغاية كورنيش النيل بحيث ان المحور ده سادتك يكون موازن كامل للدايري جزء ابنه طلع من صلاح السلام وجزء جاء من كورنيش النيل موازن الداري بالكامل واصل لغاية محور جبل محمد علي سادتك واحنا شغالين على الهضب دي سادتك واحنا شغالين بقى ان كل اغلب المناطق فيها ردم ردم قديم وردم عشوائي يعني مش معروف له كلاسفيكيشة مش معروف له اصفر فسادتك احنا حالياً بتشوف الكلام ده وانضبطه لو في تعديل بسيطة او حاجة بعدين سادتك هشاب هيعرض على سادتك الموقع اللي حس ما حصلش بعد كده في المستقبل اي حاجة يعني هو عبارة عن تأهيل للجبل يعني ده اللي فوق ده تأهيل الجبل لعشان نوصل لحاجتين نوصل تحت الطريق طاياس الرزق اللي هو يكمل المحور كله من طريق صراحة سالم لغاية ما نوصل لجمال محمد علي مروراً اسفل محور المهندس حساب الله الكافراوي من هنا شكرا يا هاة في اطار توجهة رئيس عبدالفتاح عسيسي قامت القوات المسلحة بتوزيع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن بمختلف محافظات الجمهورية وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأطحى المبارك ترجمة نانسي قنقر في إطار توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز أكثر من مليون حصة غذائية وتوزيعها بنصف الثمن على كافة محافظات الجمهورية التي تقع في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وحرصت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف لتقديمها إلى أبناء القرى والتجامعات السكانية الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية مصر افترتي بالغليل تجي أولاً أنا أتبع عمر عشان بلدي مقدماناً مصر افترتي بالغليل تجي أولاً تحيا مصر اللي أمالها دايماً شايفها في عيالها تحيا الشعب اللي أنا منها تحيا مصر وأبطلها تحيا الأرض اللي شلتنا تحيا الحدن اللي لامنا مصر هوانا وميتنا وما بيش غير هل لها منا تحيا مصر وشعب مصر وأرض مصر عاجب مصر حيث تم تسهير أسطول من شاحنات النقل المجهزة وقطارات السكة الحديد لكافة المحافظة أتبع عمري عشان بلدي مقدماناً مصر في ترتيب الغليل تجي أولاً أنا أتبع عمري عشان بلدي مقدماناً مصر في ترتيب الغليل تجي أولاً تحيا مصر اللي أمالها دايماً شايفها في عيالها تحيا الشعب اللي أنا من تحيا مصر وأبطلها تحيا الأرض اللي شلتنا تحيا الحدن اللي لامنا مصر هوانا وميتنا وما بيش غيرها اللي همنا تحيا مصر وشعب مصر وأرض مصر عاجب مصر يأتي ذلك انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة ومشاركة منها في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية له ومن جانبه أعلنت حرف الوطني للعمل الاهلي التنموي عن تقديم الدعم النقدي لمائة واثنين واربعين ألف أسرة في صورة إعانات ومنح نقدية بتكلفة إجمالية تقدر بمائة وخمسة وعشرين مليون جنيه بمناسبة عيد الأطحى المبارك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي كان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أعلن عن إطلاق مجموعة كبيرة من المبادرات الاجتماعية في جميع المحافظات وذلك تزامناً مع احتفالات ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو وحلول عيد الأطحى المبارك حيث تتنوع هذه المبادرات لتشمل توزيع دعم النقدي ولحوم الأضاحي وكذا توزيع سنظيق المواد الغذائية وملابس العيد بالإضافة إلى تجهيز العرائس وذلك بتكلفة إجمالية تم تخصيصها لهذه المبادرات الاجتماعية الشاملة تقدر بستمائة وخمسة وعشرين مليون جنيه وذلك بدءاً من الثلاثين من يونيو وحتى منتصف شهر يوليو الحالي وصلت وزارة الداخلية حمالاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط أربعمائة وست قضايا تموينية بمضبطات بلغت قربة مائتين وخمسة وأربعين طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من مائتين وتسعة أطنان مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة واحد وثلاثين طن وفي مجالي البيع بأزيد من السعر لمواد البناء تم ضبط خمسة أطنان أسمند وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط ستمائة وثماني قضايا من بينها أربع وتسعون قضية خبز ناقص الوزن وخمسة وسبعون أو خمس وسبعون قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجالي ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط أربع قضايا بمضبطات بلغت ستة أطنان أقماح محلية نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة شائعة حول فشل المشروع القومي لإحياء البتلو في زيارة الإنتاج الحيواني وأكد المركز نقلا عن وزارة الزراعة أن المشروع القومي لإحياء البتلو يعد أحد مشروعات الدولة العملاقة للإنتاج الحيواني الذي نجح في زيارة رؤوس الماشية وكميات الألبان بالأسواق هذا إلى جانب المساهمة في تقفيض معدلات الاستيراد وأوضح أن إجمالية عدد المستفيدين من هذا المشروع منذ بدايته في عام 2017 وحتى الآن بلغ 41 ألف مستفيد من صغار المربيين في مختلف المحافظات أمرت النيابة العامة بحبس زوج المجن عليها الإعلامية شيماء جمال احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهمه وآخر بقتلها عمدا مع صبق الإصرار وجار استكمال التحقيقات في هذا السياق ومن جانبه حذر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات في الجرائم ومؤكد انتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين وشدد المجلس في بين الله على ضرورة الالتزام بضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة والتحقيقات الواردة في الأكواد الإعلامية والمنشورة في الجريدة الرسمية ومن بين بنودها عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات وعدم وث تفاصيل يمكن أن تؤثر على سير العدالة وعدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي إلا بعد التأكد التام من دقة الخبر قبل نشره وكذلك مراعاة واحترام الحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة أعلنت أوكرانيا أنها بدأت تصدير الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي عبر رومانيا فيما أشر رئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلا أن هذه الخطوة تستهدف المساعدة على تقليص اعتماد أوروبا على الغاز الروسية معتبرا أن بدأ نقل الكهرباء يشكل خطوة أخرى مهمة في تقارب كييف مع الاتحاد الأوروبي في الجانب الآخر أصدر رئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتطبيق إجراءات استثنائية في قطاع الطاقة وتأميم شركة سخالين لإستثمارات الطاقة لتصبح ملكا لروسيا ردا على عقوبات بعض الدول ضد بلاده وتهدد الخطوة بمزيد من الاتراب في سوق الغاز الطابعي المسال وإن كان المتحدث الرسمي باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أكد أن موسكو لا ترى سببا لوقت إمدالات الغاز الطابعي المسال من المشروع أعلنت موسكو إقافا مؤقت لضخ الغاز إلى أوروبا عبر خط الأنابيب نوردستريم في الفترة من 11 إلى 21 من يوليو هذا وأوضحت الشركة المشغلة للخط أن تلك الخطوة تأتي بهدف تنظيم وتنفيذ أعمال صيانة مجدولة في خط الغاز بما في ذلك اختبار المكونات الميكانيكية وأنظمة التشغيل الآلي لضمان التشغيل الفعال والآمن هذا وكشفت مصادر مطلعة في الحكومة الليتوانية أن مشغلية الشبكات الأوروبية مستعدون لخطة طويلة الأجل لإدخال دول البلطيق في نظام الاتحاد الأوروبي حال قطعت موسكو إمدالات الطاقة عنها وتعتمد دول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا ولتوانيا على روسيا لضمان استقرار إمدادات الطاقة وذلك بعد مرور ثلاثين عاما من الانتصال عن الاتحاد السوفيتي السابق وسبعة عشر عاما على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ولد دول البلطيق خطة طويلة الأمد لتصبح جزء من الشبكة الأوروبية المركزية لشبكات الطاقة بحلول عام الفين وخمسة وعشرين ارتفعت معدلات التضخم في اقتصاد منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد حيث ارتفع التضخم في شهر يونيو الماضي إلى 8.6% مقارنة بـ 8.1% لشهر مايو الماضي مدعوما بارتفاع أسعار المستهلكين في 19 دولة في هذا السياق وفي إيطاليا سجلت أسعار المستهلكين ارتفاعا بالنسبة 8% في يونيو على أساس سنوي مدفوعة بأسعار الطاقة التي ارتفعت أيضا مقارنة بشهر مايو وقال المعهد الوطني للإحصاءات في إيطاليا إن أسعار الطاقة ارتفعت من نسبة 42% وما ساهم في رفع التضخم في البلاد إلى أعلى مستوياته منذ يناير من عام 1986 فتحت المؤشرات الرئيسية في والستريت على انخفاض في بداية قاتمة للنصف الثاني من العام هذا وتراجع المؤشر دار جونس الصناعي عند الفتح 37.66 نقطة وفتح مؤشر ستاندرد أنبورز 500 على تراجع 4.38 نقطة فيما هبط نازداك المجمع 21.90 نقطة في المقابل ارتفعت أسعار النفط بدولارين نحو 3% لتعوض معظم انخفاضات الجلسة السابقة وصارت الوقود الآجلة لخام برينت بدولار و81 سنة إلى مستوى 110 دولارات و84 سنة للبرميل كذلك ارتفعت الوقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بدولارين وثماني سنتات لتصل إلى 107 دولارات و84 سنة للبرميل ذكرت والستريت جورنال أن السلطات الأمريكية سمحت لناقلة تحمل مشتقات نفطية من روسيا بدخول ميناء ولاية لويزيانا وتفريغ حمولتها هناك بعد أن تبين أنها لم تنتهك العقوبات ضد روسيا وأشارت صحيفة أن شركة فيتول التي استأجرت السفينة دايتونا أعربت عن التزامها الكامل بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد تصدير المنتجات النفطية من روسيا هذا وكان من المقرر أن تصل السفينة إلى ميناء مدينة نيو أورلينز الأحد الماضي لكنها لم تتمكن من التفريغ بسبب عمليات التفتيش قال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أربكت أسواق السلع الزراعية في العالم وما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار المنتجات الرئيسية وعناصر الإنتاج كالأسمدة وعلف الحيوان أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات التابع إلى الاتحاد الأوروبي أن متوسط سعر السلع والخدمات التي يتم استهلاكها حاليا في الزراعة زاد بنسبة 9.5% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي بما في ذلك زياد نسبتها أكثر من 21% في سعر الأسمدة ومحسنات التربة في خطوة هي الأولى من نوعها أعلنت روسيا عن فتح ممر ملاحي لتصدير الحبوب الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية المزيد في صياق العرض التالي مع الزميلة دانا متحت أهلا بكم بعد وسطاتنا دولية عدة ومنشدات منظمات أمامية فتحت روسيا لأول مرة منذ بدء عملياتها العسكرية في أوكرانيا خطا بحريا لتصدير الحبوب الأوكرانية وذلك بعد أعلان موسكو المساهمة في التخفيف من خطر أزمة جوع عالمي بدأت تلوح في الأفق فمن مرفأ بيرتزيانس جنوب أوكرانيا انطلقت أول سفينة محملة بسبعة ألاف طن من الحبوب الأوكرانية وذلك في أول عملية تصدير من نوعها ما أعلان مسؤولين أوكرانيين موالين لموسكو أنه قد يتم تصدير 1.5 مليون طن من الحبوب عبر الميناء ذاته وذلك بعد أن تسببت العملية العسكرية الروسية في عدم قدرة السلطات الأوكرانية على تصدير الحبوب عبر الموانئ البحرية ولاجأت بالفعل لتصدير بعض شحناتها برا وعبر السكك الحديدية فيما اتهمت تأكيف موسكو بسرقة محاصيلها من القمح في المناطق التي سيطرت عليها في جنوب البلاد لإعادة بيعها بصورة غير مشروعة في العالم في موازات ذلك أعلن الجيش الروسي بأنه انسحب من جزيرة الثعبان الأوكرانية الاستراتيجية في البحر الأسود بخطوة قالت عنها وزارة ودفاع روسية لأنها بادرة حسنية لتسهيل صادرات الحبوب من أوكرانيا بعد إنجاز القوات الروسية أهدافها المحددة في هذه الجزيرة هذا وأكد الرئيس الروسي بلادمير بوتين بأن موسكو لا تقيد بأي شكل من الأشكال تصدير الأسمدة والمواد الغذائية كما أنها لا تعرقل عملية نقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية تأتي تلك الخطوة في ظل مخاوف عالمية من حدوث أزمة غذاء حادة بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا والتي تعد من كبار منتجي الحبوب في العالم ولم يعد بوسعها تصدير محاصيلها من المرافق التي لا تزال تسيطر عليها من جهتها تؤكد روسيا أيضا أنها ستسمح بإبحار السفن الأوكرانية المحملة بالمواد الغذائية إذا نزع الجيش الأوكراني الألغام التي زرعها في مياهه ترفض كييف إزالة الألغام خشية أن تهاجم القوات الروسية عندها السواحل الأوكرانية على البحر الأسود في حين أنها خسرت كل شواطئها المطلة على بحر أزوف ولم تفضي محادثات بهذا الصدد بمشاركة الأمم المتحدة إلى أي نتيجة حتى الآن في المقابل تعجز موسكو أيضا عن تصدير إنتاجها الزراعي نتيجة العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية أيضا أكد الكريم لن أن العقوبات المفروضة على الموانئ البحرية الروسية تخلق صعوبات لأسواق المواد الغذائية والأسمدة مشاهدينا الكرام كان هذا عرضا سريعا لطورات تصدير الحبوب الأوكرانية أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر نبقى إذن في سياق الأزمة حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون عن إقرار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 820 مليون دولار ووضح البنتاجون أن المساعدات العسكرية تشمل منظومات صواريخ وردارات وتجهيزات أخرى ذكرت مصادر مطلعة لوكالة بلونبيرج الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي يدرس تقديم مساعدة مالية قصيرة الأمد بقيمة مليار يورو لأوكرانيا لدعم الاحتياجات النقدية الملحة في البلاد ووضحت المصادر أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي قاموا بإعداد خيار الدعم بعد إخفاق المفوضية الأوروبية في تأمين موافقة برلين على حزمة كان من شانها أن تستلزم قروضا بقيمة 8.8 مليار يورو هذا أعلنت الحكومة النرويجية عن تقديم مساعدات الأوكرانيا على مدى عامين بقيمة مليار يورو ووضحت الحكومة النرويجية أن هذه المساعدات ستسهم في إعادة إعمار البلاد وتزويد كييف بالأسلحة ودعم عمل السلطات الأوكرانية قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليستروس أن المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا تهدف لإرساء السلام والأمن في أوروبا وشددت الوزيرة البريطانية على ضرورة مساعدة الأوكرانيين على استعادة اقتصادهم وإعادة فتح ميناء أودسا والموانئ الأخرى الأوكرانية وضيفة أن الأمر لا يتعلق فقط بتمويل الحرب بل أيضا بالإنفاق اليومي في أوكرانيا قال وزير الخارجية الفلندي بيكا هافستو أن الحرب في أوروبا خارج أوكرانيا وهو أمر محتمل بالطبع وضف هافستو أنه بإمكان أوكرانيا المحافظة على وضيع الحالي في الحرب مع روسيا والانتصار في المعركة مضيفا أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هددت الأمن الغذائي العالمي وغيرت المناخ الأمني بعد أكثر من أربعة شهور للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يغيب عن الأفق حل سلمي ينهي تلك الأزمة التي تركت للغاة السلاح لحسمها على الأرض حتى الآن المزيد من تطورات الميدانية للأزمة في العرض التالي مع الزميلة دانا متحد أهلا بكم لا تزال الأزمة الروسية الأوكرانية تراوح مكانها في ظل تواصل القتال في الشرق الأوكراني تزامنا مع حراك سياسي كبير ضد روسيا يقوده الغرب للضغط على موسكو لوقف إطلاق النار ودخول في مفاوضات الانهاء هذه العملية في أحدث التطورات الميدانية على الأرض قد أعلن الجيش الروسي انسحاب قواته من جزيرة الثعبان الأوكرانية الاستراتيجية في البحر الأسود والتي كانت روسيا قد سيطرت عليها بالفعل في إجراء قالت عنه موسكو إنها بادرة حسنية بعدما أنجزت القوات الروسية أهدافها المحددة في جزيرة الثعبان وسحبت كثيبتها منها شدد بيان وزارة الدفاع على أن من شأن هذه البادرة تسهيل صدرات الحبوب من أوكرانيا إعلان وزارة الدفاع الروسية لانسحاب من جزيرة الثعبان تبعه الإعلان في إقليم زابروجيا الأوكراني الذي تسيطر عليه القوات الروسية جزئيا بأن سفينة محملة بسبعة ألاف طن من الحبوب أبحرت بالفعل مرفأ برديانسك قال رئيس إدارة المنطقة أنه بعد توقف دام عدة أشهر غادرت أول سفينة تجارية مرفأ برديانسك التجاري محملة بسبعة ألاف طن من الحبوب إلى دول صديقة لم يحددها عن الوضع الميداني المتهب على التوزارة الدفاع الروسية أن لديها ستة ألاف أسير أوكرانية لافتة في هذا الصدد إلى أن عملية تبادل الأسرى التي جرت مؤخرا تمت بأمر القائد الأعلى لقوات الروسية هذا ونقلت وكالة تاس الروسية عن الوزارة القول إنه تم إجراء عملية تبادل الأسرى بمئة وأربعة وأربعين روسيا مقابل مئة وأربعة وأربعين أكرانيا أما على الصعيد السياسي المتأزم بين الغرب ومبين روسيا فإن حلف شمال الأطلسي أعرب بالفعل عن تخوفه خلال قمتها الأخيرة بمدريد من التحول الكبير في سياسات الحياد العسكري والتي انتهجها أعضاؤه على مدى عقود والذي ينظر بالفعل بتصاعد منح الصراع ما بين روسيا وحلفائها من جهة وبين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى ما قد يصل بالأحداث إلى حرب عالمية ثالثة حال مقرة موسكو بالفعل اتخاذ إجراءات عسكرية ضد فنلندا إذا وضعت قوات وأسلحة تابعة للحلف على الحدود المشتركة بينهما موسكو من جانبها سارعت على لسان الرئيس روسيفن مير بوتين لطمأنة الغرب بشأن انفتاح بلاده على الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي وعدم الانتشار أنوية وفي حديثي أمام منتدى قانوني في سان بوترسبرغ اتهم بوتين أوكرانيا بارتكاب ما وصفها بالقرائم ضد الإنسانية كما أكد بوتين أن استخدام العقوبات التي وصفها بغير الشرعية وتجاهل المبادئ الأساسية لاحترام سيادتها الدول وعدم تدخل في شؤونها الداخلية يلقي طبعا بضلال من الشك على جوهر المنظومة القانونية العالمية مشاهدين الكرام كان هذا عرضا موجزا حول آخر تطورات العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية أشكر لكم في المتابعة وإلى اللقاء كل عام أنتم بخير فقد بدأ آلاف الحجاج في الوصول إلى مكة المكرمة في المملكة السعودية من بينما يقارب نحو مليون يتوقع أن يؤد هذا العام مناسك الحج بعد عامين من التوقف بسبب جائحة كورونا وسمحت المملكة السعودية هذا العام بدخول حجاج من خارجها هذا ولم يحضر للحج في العامين الماضيين سوى بضعة آلاف من السعوديين والمقيمين في المملكة بسبب قيود جائحة كورونا يقتصر الحج هذا العام على الحجاج الذين تتلوح عمرهم ما بين 18 إلى 65 عاما وتلقوا كل جرعات اللقاحات للوقاية من كورونا ولا يعانون أمراضا مزمنا تتميز المدينة المنورة باحتضانها للعديد من المواقع التاريخية والأثرية التي تعد عنوانا بارزا للتاريخ الإسلامي ومقصدا دينيا لزوارها مفادو إكستر نيوز إلى الأراضي المقدسة هم مجاهد زار بعضا منها ووفانا بهذا التقرير منذ أن تطأ قدمك مدينة رسول الله يأسرك مسجدها النبوي لكن مزارات أخرى تهفو إليها أفئدة الزائرين تحمل مكانة تاريخية وقدسية دينية مسجد القبلتين ويشتهر ببياضه الناصع يقع في الطرف الغربي من المدينة المنورة وترجع تسميته عندما أمر الله تعالى نبيه محمد بالتوجه في الصلاة إلى الكعبة المشرفة بعدما كان المسجد الأقصى قبلة المسلمين فغير النبي محمد اتجاه القبلة أثناء صلاته إلى الاتجاه الجنوبي نحو مكة مر المسجد بمراحل تطوير مهمة بدءا من الخليفة عمر بن عبد العزيز حتى تطويره في العصر الحالي من قبل الحكومة السعودية على بعد سبعة كيلومترات جنوبا يقع واحد من أهم المساجد في المدينة مسجد قباء هو أول مسجد بني في الإسلام وأكبر مساجد المدينة بعد المسجد النبوي للمسجد فضل عظيم فقد جاء في الحديث أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وأصلى فيه كان له كأجر عمره كما يعتقد بعض المفسرين أن مسجد قباء هو المسجد الذي أسس على التقوى والذي جاء ذكره في سورة التوبة بني المسجد على أياد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأدخلت عليه مراحل تطور وتوسعة عديدة وتعتزم المملكة رفع طاقته الاستيعابية إلى 66 ألف مصلي السائر في شوارع المدينة المنورة لابد أن يرى جبالها المحيطة بها لا سيما جبل أحد الذي يمتد كسلسلة من الشرق إلى الغرب ويميل نحو الشمال وللجبل مكانة دينية لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبل يحبنا ونحبه وله أيضا قيمة تاريخية فتنسب إليه موقعة أحد الشهيرة التي وقعت في السنة الثالثة للهجرة واستشهد فيها سبعون صحابيا منهم حمزة بن عبد المطلب ويضم الجبل قبورهم قبل أن ينقل رفاتهم حديثا إلى موقع المقبرة الجديد حماية لها من السيول في سبعينيات القرن الماضي من المدينة المنورة همام جاهد اكسترانيوز ورياضيا قدم النادي الأهلي مدربه الجديد البرتغالي ريكاردو سواريش في مؤتمر صحفي بمقر نادي بالجزيرة وعرب المدير الفمي الجديد عن سعادته بالوجود في مصر وقيادة النادي الأهلي أعلم جيدا ما هي مقدار المسئولية أن أدرب فريزة إلى أهلي أشكر قبل أي شيء السقة التي أعطتها الإدارة فيها وفي الجهاز الفني سوف ندعم النادي الأهلي بطموح عالي بالتزام عالي بوضع كل شيء نقدر أن نقدمه للنادي الأهلي أعلن ليفربول المنافس في الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تمديد عقد المهاجم الدولي المصري محمد صلاح لفترة طويلة مع النادي ليصدر الستار على أشهر من الشكوك والتكهنات والجدل بشأن مستقبله ومدد صلاح عقده حتى عام 2025 ونقل موقع النادي عن صلاح قوله إنه سعيد بتمديد عقده مع ليفربول ويتطلع للفوز بمزيد من الألقاب مع النادي هذا وسجل صلاح 23 هدفا في الدور مع ليفربول الموسم الماضي يتقسم الحذاء الذهبي للدور الممتاز مع سون يونغ مين لاعب توتنهام هوت سبار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بطل آخر فقد أحرز عمر عسر الميدالية الفضية في منافسات فرد تينس الطاولة في دورة ألعاب البحر المتوسط وحقق عسر الثاني بعدما خسر أمام بطل إسبانيا في المباراة النهائية بنتيجة أربعة لثنين حقق أحمد عبدالغني الميدالية الفضية لمنافسات رفع الأثقال وزن 61 كيلو جرام في الخطف لمنافسات دورة ألعاب البحر المتوسط والمقامة بمدينة وهران بالجزائر وبميدالية رفع الأثقال ارتفع رصيد بعثة مصر لـ 28 ميدالية بينهم ست ذهبيات وسبع فضيات وخمس عشرة برونزيات يطاقى خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية والشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا فيما يسود طقس المؤتد الليلا على كافة الأنحاء نتابع الآن درجات الحرارة المتوقعة شاهدين وفي ختام النشرة نذكركم بالعنوين الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع تطوير الطريق الساحل الشمالي ويوجه بتشكيل لجنة لبحث شكاوى ومرحوظات المواطنين أوكرانيا تصدر الكهرباء للاتحاد الأوروبي وروسيا توقف مؤقتا ضخل غازي لمنطقة اليورو البنتاجون يعلن مساعدات عسكرية إضافية لكييف بقيمة ثمانمائة وعشرين مليون دولار لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر على الشاشة شكرا نطيب المتابعة تقبل تحية أنا شيماء الكردي وزميل أحمد بشتو إلى اللقاء